جوهالاFM.NET نو سوم نو سوم لاوووزات فما براكاج براكاج سيارة رامادية لاو منو عكس فاكات سيارة رامادية سيارة رامادية منو عكس فاكات فما اثناثة شبان براكاج فما براكاج وشي حسيلا فما براكاج وشي حسيلا خير مساء النور مرحبا بكم في موعد جديد من براكاج في اول البرنامج نسلم على زميل تيريم نقول له ان شاء الله بس موعد جديد كما قلتلكم من براكاج معايا جمعية عصابة ما نعرفش نوش نسميهم الاولاد كالعادة مش نعطيهم وزارات وزير النقل مقابلني بالضبط سي امين تحية ليه عنا وزارة سعيبة برشة وزارة التكنولوجيات الحديثة والاتصال انور محمد محمد مراد رحلة جديدة من براكاج ضيف جديد الموعد متاع اليوم يجي نهار 16 جنبي 2013 يعطيني ساحة كيف اشتلعتها ايامات بعد الذكرى الثانية للثورة المجيدة الثورة التونسية ثورة اليسمين الشخصية اللي مش نبراكيوها اليوم عندها علاقة بالثورة نعطيكم انديس اخر الشخصية متاع اليوم كلاسي 74 عالميا سنة 2011 في الشخصيات الاكثر تأثيرا السنة 2011 جاء في الترتيب يعني قبل ميسي وقبل وقبل اوباما موجودين في طريقة سياحية سوسا اتنا نقدم لا نحكي احد شي هاك فغادي داية الضيف متاعنا هو الجنرال الجنرال اليوم جاي بحث اصحابه في سوسا الجنرال مغني الراب تونسي ما نعرش يسمع في جوهر او الا انتو كانت تسمع في التزمير مش نهبتو نحكيو معاه خطر اتكي نهب الكرهبة وما فهم حد شي هو مش نهبتولو احنا في الطريق السياحية وقف ما نعرش الاندرا مش هو يسوق عسلم يا اخوة مرحب بيك ورق السيارة تعمل زيه جوهر افهم معاك مش نعملو عملية تثبت اي مخاطر قاعد تسوق معناها تزكزق على اليمين وعاليسار مناش عارفين معناها تسوق بالبرمية ما غير برمية الكاربة عندها اراق ما غير برمية وما غير اراق زيد جنرال جنرال انت انت خول جنرال شب اهلو برشا انتي قايد السيارة احنا جوهر افهم اه وصلتنا معلومات اليوم كونكم انتم موجودين في سوسة الجنرال موجود في سوسة جاي طول على أصحابه عملنا لكم البركاج هدايا بركاج نحنا الحقيقة سنة حميدة في جوهره برجولية معلمية انتي اخوه اخوه الجنرال اشي اسمك النيازي بن عمر اسمك النيازي بن عمر هدا اسم غريب من بعدها مش نحكيو فيه خليني نمشي للجنرال هبطت ملكار هبطة اخوك مباشي مدى وراق السيارة الساعة خلينا خلينا نحكيو مباشي مدى وراق السيارة وراق مريقلا ولا ننزلوا عليها ولا ما ننزلوش عليها ما تنزلش عليها سيبا نعي طول الدورية موجودة اللي هنا مرحبا بيك سوسة وبيك عايشك بشارك موالي نفس السيبتك بالعكس احنا مش نفرح وبيك مش نثبتول كون ومسال شو نص شنو تحب؟ شنو نحب بالضبط؟ مرحبا بيك كيما قلت الخلونة وراق السوسة مش نمشي معانا مش نحكيو بش نعملو دورا مواندي نمشي مدى مدى الحديد اه محافظ الحديد مزيد الجنرال ما يفهمش بالسياسة احنا بركاج نعطيوك الورد ونعطيوك الكادو انت يا برامو عندك طريقة اخرى والصفر الحديد انا حكاية اخرى مدى تتمنى حكاية ده نور مال مو انت فنان تمثل القدوه الحسنة للشباب متاعنا وانت عصر مو وانت جوره فيهم ومدى احنا مش نفرح بك مش نفرح بك وانت فطولك اونو جوره فيهم مش تفرح بك طريقة مزيانة برش هايتمشي معنا هايتفضل لي اللهم صلي عني ببرشة من المستمعين متاعنا واقفين كراب ومبوتياج بالرسمي ولل هنا في الطريق السياحيان وجولهم تحية التكسيستية زادة تحية لهم اللي قاعدين يزمروا خليها الكرهبة واطلع معنا على الكرهبة متاع جوهرة متسيبنيش يا معنا بالرسمي ما دام حكي على الحديد ما دام غير يلا جنرال مش يطلع معنا طوى بش نمشيو نفرحو بيه على طريقتنا الكادويت مزالي عنا برشة كادويت يا محمد تانعطيوهم رذوين عطينا الموزيكا اللي طوان ننستليو الجنرال دي جاه هو مش فهم حد شي ويحكي معنا على طرق اخرى لبركاج خلينا نريضوهم باتلين نرجعو لكم يلا موزيكا انا رجعين البركاج البركاج رجعنا لكم من جديد لانك عرفتوا كونو اللي براكناه اليوم هو الجنرال هو معنا في السيارة نعود الرحب بيها من جديد مرحبا 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 برشة نسمت علي شكونو اسمك حمادا حمادا بن عمر اسمي حمادا بن عمر اسمي حمادا بن عمر اخو حاجة ما يعرفوش لاني مولود في سعودية حبيتش ان نقوله قبل كيه مولود في السعودية في مكة الويلد كان يخدم غاد في سعودية و أمي وقتها طلعت ولدتني غاد عندها علاقة بالأسماء متاعكم انتما في العيلة حمادة و أخوكش اسمه؟ وقتها مدول أمي الكاتالوج مش تختار لسامي خطرت حمادة ربي يدها لا ياسم حلوم خليني ملفرد جمو غوله خير من حمادة هلاك؟ حمادة من عمر أخوك اسمه؟ نيازي 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 لا نعطيهم كدوات، أول زوز يوصلون انا لا نعطيهم كدوات دعني نهبت مع حمادة في انتظار انهم يلتحقوا بك انتم معنا حتى شك انهم ليس يجيون اطاق حمادة انت جيت اليوم لسوء لم تكن سنسا لسوء لا، كنت سنسا لسوء لم تكن سنسا لسوء لا، انت جي مره بخده ساعة في الصيف مع الدار ساعة تبدأ عندي قفية في الصيف اللي يفيت كيف عندي بلال ربار اليوم جيت، شنو اسبب؟ اليوم عندي قفية لنا بعض الصعبة وكما نتفرجنا على الماتش متاع الكيب نسيونال صاحبك هو اللي قام بالعملية هذية؟ صاحب، ايه، كلمني جنرال، مره رد تفهم برشا كراهب خلطو عليك ايه جاول هنا، وأكيد عندك برشا مو عشبين ايه، مرهب على خمزة كراهب وصله ايه، كراهب الشرطة جاد مرهب جادة، حكيت معنا، معندوش وراق خليني ناخذ اللي جادنا، تحية ليهم الناس الكل هذية عنا رونو ارديزنوف 1426 تونس 89 كنت تسمع فينا؟ نسمع فيك مخي شكونا معنا؟ محمد بالعمر من فيذا مرهب بك سي محمد ومتعد أنت من هنا، ماشي بقضية مع العائلة لرسك محمد مسوسة، عندي الوالدة مريدة رب يفرج عليها في الكلينيك رب يفرج عليها ان شاء الله وتسمع في الجنرال تسمع الجنرال وتسمع فن الجنرال تو كنا نسمعو بيه يعطيها صحة اما نجي بشوفه في موبرجيكتور اخويا مرحبا بيك ايجا خالي تعرف عليك مرحبا بيك خبي اللي كانت له اغنية الحقيقة حدث طو بعد نحكيه على الموزيكة وعلى الفن انتو كا احنا مش نفح بيك هذا يا كادو من المسمودي باكو حلو اميرا بنتي اميرا بنتي تحية لك شكونا اخر اميرا ايه ربي عيشك اخويا باي الكادو الثاني اسلام اخويا اسمك حمد الكالبوسي كنت زادت اسمع في الفرق مغنوم بالجنرال الساعة ومغنوم بالراب ولا رئيس البلاد تعرفها من قبل غنائية نعرفها والفن متاع الجنرال ولي رابير كل الراب بصيفة عامية والله حاجة جديدة ان شاء الله على الاقل بعد مرتحنا معانتا من الدكتاتورية ومرتحنا من العباد اللي تقولنا له نسمو حاجة جديدة حاجة معانتا تليق بالمستمعين لكل كيلة واتولي نيفو معانتا ذكرنا باسمك مرة اخرى حمد الكالبوسي يستحق كادو من اهداء المصمودي ومن اهداء جوهر حلو حلي ايامك شهلا مبروك عليك تحية لكل المستمعين بتاعنا اللي قاعدين يزمروا في الزون توريستيك ويعملونا في تحايا نسلمو عليهم برشة اي ما نعملو لهم اشوا مبوتياج لا هم يزمروا فرحانين بينا يعطيكم الساحة تاكسي 913 1367 663 الكل نسلمو عليهم شكرا لكم الجنرال هذا بركاجة صحيح نفسه ما عندك شي فكرة معنا هنت لا لا والله استمتعت بديد استمتع ربدا ومش زيت استمتع ان شاء الله معانا حمد احنا مش نبشو تاو نخد واتات ربوزي نحكيهم ابعادنا نحكيوا فن نحكيوا كورا نحكيوا موزيكا نحكيوا سياسة نحكيوا الدنيا الكل مش ديركسيون ننزيد ونطلع في الزون توريستيك سيداتي اني ساتي سيداتي خليكم اوفياء للموجة امتعنا مازال المشوار مش يزيد يتواصل مش نسمع اغناية ونشدو اثنين ناخذوا السيارة ونمشيو نشدو اثنين تلقان تاوي يالا رضوين البركاج ونرجع من جديد اهلا وسهلا ومرحبا بكم كالعادة المشوار مازال متواصل معكم حتى لثمانية متعليل في البركاج اليوم ضيفنا هو الجنرال الفنان التونسي اللي عرفتوه في ايامات الثورة غنى غنية رئيس البلاد الغنية اللي كان عندها وقع كبير برش الناس فرحانة به جاي من صفاقص اليوم عنده صديقه معناها جاي بحذاه تفرج في البرتية كيما كان يحكي لنا عملنا له البركاج برش الناس فرحانة به اللي هنا في الزون توريستيك بحث الوكالة متعجاوهر جديد ديجاء فمشكون يحب يسلم عليه مرحبا بيك اخويا عصي ما اخويا مرحبا بيك انت عارف علي ورد ما سعودي من السوسة كنت تسمع فينا سمعت الجنرال نوغزي لك تصور فيه بال كنت في الدار حضار الساكي باشي بشينتران وانا حديث جاورة فم يعني مستمع وفية جاورة فم نسمع في فناليس عمدت له بركاجه اليوم شنوزي؟ جيت نجري ويعني اخلطت الوقت بوناسب نجم اقول تحبت اسأل الجنرال سؤال؟ بتبعه جنرال ما رح بيك في السوسة ساقه ونحب اسأل الجنرال يقولوا ان شاء الله ماذا بيك تجي تغلينا في حفلة في أقرب وقت يعني فلتقس البارق ذيب شنزيد الدفاو شوية وكا ونشتحوا وكا يعطيك صح مش خليك تاتلع فيك ارهابتك تدفع انت تواهمش يجاوبك هو جنرال ان شاء الله انا ماذا بيك على حفلة ديجاف في السوسة ان شاء الله لا خدمنا مي مش في السوسة خدمنا في مستير مي في السوسة الهنا لا يعني مارجين يعني السوسة الدولي مازلنا اختيارك اختيارك للراب عليش اخترت الراب بالذات خاطر كنتي ما عندكش طاقات صوتية متنجمش تغني حاجة اخرى الراب الصغر يعني نتبع عندي الكولتير يبو في مخيم الاول يعني نتبع راب امريكان راب فرانسي كيف اكبرت عليك المنتاليتي ديريكت ما دخلت الراب الحمدوله نجحت في دوماني مش لطبقات صوتية مرحبا بك اخوة مرحبا بك ومرحبا بك في السوسة في السوسة مرحبا بك انت بي معي السوسة في السوسة أخونا جنرال أذكا نسمعهم مليح فمتي هو اللي عطا الثورة فمتي وقام بالثورة فمتي واخونا العزيز الشباب معناها كما شوفوه فمتي وإن شاء الله يعمل بلوس وخير مخير فمتني يعطيك الساحة أنت شنو اسمك حبينا أخلي أنا نتعرف علي أخوي اسمي الريو يعني من سوسة ومنح الرياض ومديار البرد يعني كزاك تموه فمتني تسمع الجنرال بالقديا؟ تسمع الجنرال بالقديا هو أحسن الربير يعجبك ولا فمشكونا خلي عجبوني يعني ميل من اللي بيست معنا من 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 العزيز الربير فمتي يعجبوني ونسمعه ومليح فمتي وإن شاء الله ربي معاه وإن شاء الله من أحسن لأ أحسن وكاو بديت تكتشف في اله اي هذه صورها أنور بديت تكتشف البركاجة متاعنا؟ والله بركاجة حلو يعني موشك البركاجة متاعنا أنتي تبركيت أقبل ولا خنسلك سؤال هذا أنا بركاج بركاج لا لا تبركيت وأنا صغير لحوم لكل فزة في دونس انت شي ما نصفر أنا من طريق المطاع رح ينور طريق فيها شوية مشاكل كنا كلها خبابل نرجع من جديد لحكاية الراب قلت لي أنت مش على خطر الصوت مش على خطر الصوت معناها أنت تناشى متغني حاجة أخرى يعني تجي تسأل السؤالي معناها تناشى متغني حاجة أخرى برراب نجم شنو مثلا مش عارف رابر ولكن ساعات مزيوتي سامير لصيف مثلا وقتلها جبناه لا مش ينجم يعمل رابر ولكن نقول له نقول له غنيلنا شوية أم كالثومي نجم يغني الصوت ويعطي نحن نحب نشوفه الإمكانيات الصوتية لا ما نجم حدي حد روحي حدي حد روحي حدي تاع الراب ما نحرزوشي خليه في الرابك هاو بعد 2011 الغنائية ضربت بالقداع أو برشة ناس ريت ولا محبة الناس متشريش بالفلوس بعد 2011 خرجت الغنائية الغنائية ضربت بالقداع قبل 2011 ما خرجت الغنائية رئيس البلاد؟ خرجت سبع نوفمبر 2010 سبع نوفمبر 2010 وقت السيد المخلوة يحتفل وانتي صارت لك برشة مشاكل بعد ما خرجت الغنائية صارت لك برشة مشاكل من أقبل الغنائية خاطر من الأول أنا متبع الراب من 2008 صارت لي مشكلة مع من الدولة في السفاقس ومن بعد ما مطولتش لنا وصلنا إلى 2010 خرجت ريس البلاد وبدأت الغنائية وبدأت الخوف من بعد ما من بعد ما من بعد ما اتعدت الغنائية في الجزيرة و أتحدث عنها من الوقت ديريك تناوليت مراقب والفيسبوك متاعي مسكر من الوقت بدأت الرحلة شلوك؟ شلوني في ستة جنبي دعنا نتعرفه شلوك مرحبا بيك اسمك؟ كنت تسمع في الإميسيون يعجبك الجنرال حابيتنا مع التصوير مش نخليوها تعمل تصويرها مع الجنرال وهي تحب تتصور وحاشمة وطرعش برايا ما نزيدوش ندخلوها بعضها رجعنا من جديد في بركاج مستمعين الأعزاء المشوار مازال مش تواصل معاكم حتى الثمانية اللي بركي نيره اليوم من ضيفنا في حلقة اليوم هو مغني الرب التونسي المشهور الجنرال من بعد نحكيه إن شاء الله معاه في جديد وما بعد 2011 ونزيد ونرجع لل 2011 فهم شوية تفاصيل يحبوا يسروا عليها المستمعين شوفنا فرحة كبيرة بالجنرال اليوم معنا في سوسا برشة ناس جاءت واستقبلتك وشوفنا التأثر زاد عليك وشوفنا الفرحة في عينيك بفرحة الناس بك بطبيعة خطر ايرتيس يعني رسمي لهو الناس فهمت بحبة الناس يعني ما تشريش بالفلوس اذا كان قيت الناس يحبوك يعني يزي يعني لا تولي لا حاجتك ولا بالفلوس لا بالشورة لا بحط شي فهمت جيست المفيد الناس يعني كتشوف الحب الحق في عينيهم ذيك حاجة اني اللي لاحظته في عينيك انتي يا حمادة كونه انتي كنت فرحان اكثر من اللي يفرح هو معنا احترمت الناس هذو ما انا اي واحد يوقفني في الشارع ارى اللي ما تصورش قدش نفرح فهمت خاطر بالحق يعني شوفت الرسبية في عينيه انه هو وقفني وتلهابية وساني سوالات ولا حاجة فهمت نبدأنا فرحان شيخ اللي انا عملت حاجة يعني باش هو وصل وقفني وفرح فهمت مشاعر حلوة ونبيلة والمشاعر هذي تهزني لحضورك في نسمة ووقت اللي اغنيت الوجين وموقف متاع الوجين يرحمها الله يرحمها وشوفنا التأثر متاعك وشوفنا الدمعة في عينيك وشنو تسترجع من الذكريات ومن الحلقة هذيك والله يشوف مغير من نكذب عليك لو كان نسخي لكي ما كرين مشيتش بالحق خاطر ووقتها شديد روحي بالسيف لاحظ نشاك كوه الله غالب يعني توفيت كله يعني كانوا نجموا ينقذوها منعرفش عليها يعني ما تتكلم ودقوع وفهم شوية دمعة في عينيك ما تحوليني جزي فدل باي الجنرال بالمشاعر هذي الفياضة بالمشاعر النبيلة اللي عندك قدمت 2011 وما زلت مش تقدم 2012 وإلا وقفت الرحلة في 2011 انا نصورك ما زلت نجمة نشي لبعيد بايش الارتيس مايقفش فهمت يعني بطبيعة يعني كملت اثنيتي خرجت البوم في السوق ما بين 2011 و 2012 تو يعني دي جا لبومي جديد كامل اسمه ولكم توم عالمي ان شاء الله يعني يعبط الشارجي في ديتام مختلفين فما بوليتيك فما سوسيال فما حاجاتي كوتريب بدنا يعني موقفنين جملة دي جاف للكليب خدمت اربعة لخمسة كليبات جدد ليحملني باش نسألك السؤال هذي الجنرال اللي اخذي ترتيب اربعة وسبعين عالميا في الشخصيات الاكثر تأثيرا في العالم ونرجع ونقول قبل ميسي وقبل أوباما هذا نجاح كبير في 2011 اننا نبقاه في النجاح هذي كزادة حاجة مش سهلة بعد 2011 الجنرال مريناشي في حاجات قوية كم 2011 وين مشيت؟ دير نرمو عملت بيبليسيتي بريسك شركة عالمية معروفة عملت لها بيبليسيتي متى البروديو متاح جديد بغنيت رئيس البلد بيبليسيتي خرجت عنده جومة بريسك ما زلت ترى روحك الشخصية الاكثر تأثيرا لا 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 الحاجة هذه من شوف ان وقت غنيت ووقت دافعت للبلاد حاجة خرجت من القلب مكنش نعرف انه هنا باش نتشهر ولا باش نتصنف مبينات شخصية في العالم ولا باش نعمل كونسيرات فهمت؟ هذا كل جيت من بعد مجريت شورة البوز باش نعمل بوز البوز جيت واحدة انا غنيت لبلادي فهمت؟ دفعت على روحي دفعت على المبدأ متاعي وعى الشعب التونسي لأكثر الاقل الحمدولي الغنية وصلت الميساج وصل صارت ثورة في تونس يعني يكذب عليك اللي يقول لك الجنرال كان دخل فيها باوا عاونا لكن كله بمشية الله فهمت؟ يعني كنا عاونا ومبعد فاللوخ الربي هو اللي اللي سخرنا باش باش بنالي يعني حمادة انتي بعد الاغنية متاع 2011 صار عليك ضغط وشوفناك خرجت في انترفيو في تونيفيزيون والملامح اللي على وجهك وقتها مش نفس الملامح اللي نشوف فيها وقت دخل باضي بالضبط يعني كان باش تحطني كان ترجع في الوقت هذيك وترجع يعني عليك الضغط اللي كنت اللي كنت فيه هنا سواء من الدار بالحق يعني سواء من ناس سواء يعني تشوف من صحابك ماد يغزرلك حتى واحد الناس يقول خايفة منك تقول انتي هبط تقول خرج وصيد عرفت ولي تتبرر انت وقتها؟ مش مبرر يعني وقتها بالحق يعني ضغط حتى من دارنا قلليش باش تعمل تو دارنا يعني واصلوا قللي باش نحرقوك الليبيا فهم دي بالحق يعني شوف احنا تقول نضحكوا لكن يعني لو كان ترجع لذيك الوقت إنسان يعني عامل خطاب ديريكت للرئيس وقعد يعني تحت المراقبة ونشوف يعني في جماعتها من الدولة كيفاش يومين يعني يراقبوا فيها يعني حاجة مهاش ساعة تمنع روحي خير سيد الرئيس وقتها وين يراه المساج متاعي يراه مش للرئيس وحال يخدم عن روح يدبر راسه يعني وقتها كيف طلعت في تونيفيزيون شوف انتي صار بعد تونيفيزيون أحكي ليه خرجت اغنية اسمه تونس بلادنا اللي هي يعني عليها تشديت يعني كملت في المساج متاعي أنا وغنية تونس بلادنا أقوى من غنية رئيس البلاد بألف مرة خطر ديريكت المو هذا أقوى كلام أقوى وقلت فيها تونس بلادنا سبيتهم يعني بكل شيء بعد عملية الإيقاف متاعك صار تنهرتاش وكيفاش احتينا للمساج ستة جونفي توقفت الخمسة متاع السباح هابت علي بريسك 35 إنسان يعني فرقة كاملة تقول بل لادن في الدار عرفت فيه في الدار جاوك للدار؟ ايه كوي يعني أنا شوف يعني كل واحد بش سير له حاجة راهو يحس بها فهمت؟ أنا اللي لذيكي ما نقطش يعني مما كنت خايف؟ كنت استنى؟ مش خايف نستنى في حاجة بش سير شني الله وعلا دوب ما نوقز النقوز أنا فقت يعني صاحي الخمسة متعصب بها وقتا خمسة وربوة حاجة كمك كوي؟ بطبيعة دارنا خرجوا يعني الوالة تحل الباب دخلوا ديريك دخلوا لي البيتي يومي يعني ما نحكي لكش شنوك الموقف اللي فيها قريب الدوخ مبعد كيفشت عاملوا معاك؟ في الدخلية وقت ديريك تلات الدخلية ايه كيفشت عاملوا معاك في الدخلية؟ والله يشوف وقت بنالية يقلوا متضرب لا متضربوا واش ما يحاولوا يعني كيفشت باعدوا هالشي اللي قاد يعمل فيه هذي في اخر مرة فهمت؟ على الأول سيء إنسان تشيل مشاهلا روح وفهمت؟ هذا ستا جون في ستا جون في في الليل وقتها بداوي نحس في وزارة الدخلية دخل بعضا عرفتا يعني أنا بادي ما فهمت شاي المسؤولين دخلين بعضهم الكل تسب في بعضا يسبو فيه أنا يسبو في يعني في الجلال قدامي يسبو لي في يومي وبيا ما فهمت شاي قاد خايف كيف شنو مصيري كما بش نروح كما بش نقض بش نموت مش عارف شاي فهمت؟ يعني حتى في الشارع أو في الفيسبوك يعني ما نعرفش وكين إدي يعني ما فهمه في البلاد ثاني نهار كيف كيف نفس المعاملة هم كيف هزوني هزوا معي البرتاتي في متاعي البيسي متاعي يعني حطوا تصاور متاع معارضة وكذا وفيديوهات وحطوا هم لي في البيسي قول لي هذو ما قينا ما عندك أنا قلت الملاه هذو ما أنت ما يعني حطيتوهم مهمش عندي أنا ما عندي حتى أدخل لا بمعارضة بحد شيء وهذا الكل ما ضربوك؟ نا هذا كل ضرب لا ممكن دز هك عرفت حاجات تخفيف محاولة الإهانة يعني فقط هم أبوان لكن ضربوني خير فهمت خاطرة بالحق إهانة شفت إهانة أخويا برش كيفش يسبوه اليوم وكذا ماذا بها كان يسايبوني خاطر أنا ثلاثة أيام وأنا ميسنوت في يدي ونهارتي ما سايبوك؟ ما رقدت الجملة تسعة جنفي وشيئا فشيئا أنت من تسعة أنك نهارتي خرجت تسعة جنفي شنو القرار اللي خذيتو بسراحة بينكو بيرروح قلت تختاني والله هي معروفة يعني البلاد واكلة بعضها قلنا بش تسير حروبة هلية هذي طويقة بش تولي فهمت ما كان حتى واعد يقول بش تسير ثورة لكنه يعني كيشوفنا منعرفش المدن الكل ويكلة بعضها فيها فهمت؟ مش بيش تتقر يعني الوضع فهمت؟ ونهار 14 جنفي بايما مش مش خليك تجاوب مش خليك تجاوب مش خلي الأخبار تدخل في جوهرة يا حمادة احنا وقفنا في الحديث متاعنا قبيلة في 14 جنفي 2011 كيفش عاش الجنرال لمومات هذوكم اللحظة متاع بني علي هرب الزين راهو قطع كيفش عاشت اللحظة هذيك وانتي اللي تمشيت الداهاليز وصلت الداهاليز الداخلية ولا هبطت الداهاليز قاتل فوق بالكل فوق بالكل هاي فرحوا بيك اللي بحثوا التفتيش باي جاتك باللطف انتو كا كبسة وتعدات 14 جنفي 2011 الزين راهو قطع كانت بطبيعة ذكرية حلوة ما تفاهمين ذكرية حلوة شعب تونس شكل ذكرية حلوة اللحظة هذيكة بالذات أول ما سمعت ما عملت؟ بطبيعة اتفاجأت على الحكاية ذي ما كناش نتوقع والناس الكل اللي يكذب عليك اللي يقولك كان يتوقع مش تصير ثورة في تونس كنا يعني نقوله كيم وقتلك ساء انو بش تصير حروبات حاجات كمكة ما بين الناس في بعضها ما بين الناس تابع تجمع تابع يعني بنا لي ما بين الناس بطبيعة اللي تحب التثورة لبنا لي يعني قلنا انو بش تصير مشاكل من الحاجات هذه حمدول الله ربعطة جون في نهار تاريخي نهار يعني ما يتنسيش ديجا يعني ولا عيد الثورة لليانا بطبيعة كان نهار كبير كيف سمعت كما كما يتونسي تفاجأت فهمتني كيفاش بنعلي اللي كان يحكمني يعني تفعوش نسنا استبداد وظلم كيفاش يعني سهل انو يسيب في دولة كاملة ويخرج ويعني ويهرب فهمت يعني كانت صغير قدام التلفزة؟ برشة تتثبت في الحكاية؟ بطبيعة يعني نثبت ونعود ويسكوا صحيحة ولا خطرت وانسعى لول يعني ما فالأخر كتأكد؟ كيف تأكدنا بطبيعة أحمدنا ربي على الحكاية ذي اللي صارت ولينا بطبيعة شر على شر ولينا نطالبوا بالحقوق مهيش خطر واجبات بالحقوق اللي كان التونسي موش ما تمتع بيها كما ما نعرفوا حرية تعبير فهم فهم برشة عاجات يعني التونسي كان محروم منها فهمت؟ خلينا ندخل في الده كما قولوا العلا وبنت العلا ما تفاهمين حكاية الحقوق والواجبات؟ والدك ووالدك كيفاش عاشوا اللحظة هذيك؟ والله شو نقولك بطبيعة فرح وخاطر كانوا يشوفوا في ولدهم يعني مبين أيدي ماشا مينة يعني فهمت؟ كانوا يشوفوا في مستقبل ولدهم ضايا حتى كيف خرجت من داخلية 9 جونفي قلنا موش بش يسايبوني فهمت؟ يعني باز بش يهدي وتوجهوا خاطر فيسبوك وقت واكل بعض ووسائل الألم كيف كيف قضية ولد قضية 3 عام قلنا يعني واحد من الناس أبار يعني بو يا ومي قلت أنه موش يسايبوني فهمت؟ خاطر دي جاف حتى كيف خرجوني وما زلت مراقب بار تليفون ويعني مام في حياتي فهمت؟ ما زلت مراقب بار تليفوني فهمت؟ أمن الدولة أمن الدولة أمن الدولة في السفاقس كيف كيف يعني بطبيعة يعني يجيوا تعليمات كملوا معاه وشوفوه شي يعملوا في التليفون ما شكون قاعد يحكي فهمت وشنوه بروغرام وتواقي معنا يشوفوا كونك انتي مازلت تشكل اختاره تعدت الثورة نمشي بك شوية شوية عشنا جاءت الانتخابات شاركت في الانتخابات؟ بطبيعة ذاكي حق كل مواطن تونسي خاطرين مواطن منيش جوست ارتيست هاذا سوالك مشيز نيسو ألاخ هاي وليش كونسوات؟ ما نشوفش أقول لك حاجة برسونال يعني ما نزلت تقاعد في الخلوة فهمت؟ حبت تقود غادي؟ هاي هاي خليني في الخلوة امتيح يعني بطبيعة اللي صوت لو كنت عندي فيها ثقة بموش النهضة يعني خاطر الناس ممكن تقول جنرال خاطر ساعات نهضة ويساعات يقولوا هاذا تقع هاي خليني في الأغاني متاعك؟ عادي نفس الديني لكن مانيش تابع النهضة فهمت؟ طو سامبلو مو نهضة حزب تويكة بيين انه حزب سياسي موش حزب اسلامي فهمت دين؟ ما عندوش النفس الاسلامي وانتي تحب الحزب اللي يكون عندو النفس الاسلامي ما صوتش للنهضة اللي هي كانت رافع الشعار الاسلامي دونك لسكن صوت؟ ما نعرفش ما تعرفش ما تحبش تقول بكل تحافظ بيين منش مش نزيد نو حرجك اليوم كيفش ترى المستقبل سياسيين انتي تغني على السياسة وتغني على الاجتماعي وسياسي اليوم كيفش ترى تونس بعد عامين ثورة عنا نهارين احتفلنا بربعة تاجان في 2013 احتفرنا احتفلنا بسنة ثانية الثورة احتفرنا تكون احتفرنا صحة امشي تحبني والله شو نقول لك يعني اللي توا يعني مازلت منيش فهم شنو مستقبل تونس يعني كم اي مواطن تونسي نشوفو كام في الوعود يعني الحكومة كل نهار تطلع في يعني في تليفز في الراديو تواعد توعد 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 ومفهمة حتى وعد اهداف الثورة ما تحقق منها كان حرية التعبير جوست او كتونسي انتي احكي والحكومة تعمل اللي تحب عليه فهمتان انا نمد صوتي لالتونس الكل أنا يعني مشاطرهم من رأي مانيش مع الحكومة هذية مانيش كونطرها 100% مانيش معها في اللي قاعدة تعمل فيه خطر مورتناش حاجات بالحق اللي اللي تطمن التونسي فهمتني اللي تقول بالحق التونسي هو مستقبل تونس على الأقل قاعد ماشي في أيادي أمينة نشوفه كم في الغلاف في الأسعار نهار عن نهار تزيد تطلع المعيشة غليت كل شي غلا يعني حتى التنبري متاع منعرفش متاع متاع الباسبور غليوا فيه مفهمش حاجة يعني ما غليوش فيها لين التونسي وصل قال علاش يعني هذا كل صار يعني دجاب في عد بنالي هذا كل ما صارش علاش توف يعني عملنا الثورة وكذا يعني حاجات صارتنا يعني قبل ما صارتش فهمتها عندك النفس الديني في غنيك وش نرجع لحكاية النفس الديني وغنيت مع قدور للأسعار ترا كونه النفس الديني والرسالة اللي تحبة توصلها دينية هنت تنجم توصل بالراب معناها الراب اللي نورمال ما معناها فيها نكلابه ناس تغني عن الزت لا نس تغني مش الرب لكل كيف كيف فما راب كوميرسيال فما راب متاع شووبيز متاع متاع كوميرس مية وميمتون زادة فما راب ونجاجي خاطر انتي كانت جي ترجع بسر ونجاجي عندي جتي ناجية تسمع فيك ايه المرتزم الملتزم اللي عنده قضية فهمت يعني يدافع لقضية وابريتو يعني الرب كانت جي ترجع الاصل متاع وطلقاه راب ثوري يعني تعرف يعني باي حاجة ريفوليسونير فهمت يعني كي تخلط انتي الكلام التونسي متاعنا والكلام العربي بالفرنسية تقول مثلا الله هكبر راية الاسلام دي ما الفوق جميع توقفنا كان الموت جميع متوقفنا كان الموت توقفنا كان موت توقفنا كان الموت تاوصل لقلوب الناس توصل علشه لا بالاكس يعني احنا ديجا كيف غنينا الغنيه ذيكي محبناش توصل كان للعرب خاطر العرب ديجا يعرفوا لغتنا يعني مايش حاجة جديدة احنا المساجم تاني لازم نوصلوه للعالم للفرنسيس الامريكان يعني للناس الاخرى فهمتين الغرب بصيفة عامة ديجاء كنتشوف الاغنية ذي الله هو اكبر ترجمة حتى للروسية وهبطوها روس روس مسلمين هبطوها وانتشرت يعني في اليوتيوب ما زالوا الناس الاخر؟ شكونا؟ اذا انت قلتو للناس الاخر؟ ايلا انتو كأنس الناس الاخر يزيدوا يسمعوها الاغنية على كل حال الباهي فيك مش رمي للورود انك تحمل رسالة في الاغنية بتاعك وربما هذك اللي قربك للناس به حكينا على الانتخابات حكينا على انتخابات انتخابات مكش غلط يا انيس حكينا على النفس الديني في اغانيك وحكينا على الراب كافا انت تدافع على الراب وترك انو الراب عنده الرسالة وبرشة ناس تؤمن بالشيء هذا ايلا علش متغنيش زادة على قضايا اخرى مش عارفة كلا ناشية برشة مثلا برشة ناس مثلا توا ديجي كوستا نقدك قبل وكلاشيك علش متكلاشيش انت مثلا علش متخلش في الجو متاع الراح نشوف والله شو نقول لك قبل ما كنتش عندي وقت باش نش نركز مع انسان معين قبل كنت نخدم على الروحي فهمت كيف كلاشيني ايكس ويجريك مريش باش نعمل بوز ونتلها بيه وهو اشقال علي باش ننرجع له فهمت نعتبر ها هو اعطاه مساج ليلي حب يعمل بوز حب يعمل حاجة ذيكي على روحه فهمت انا يعني كملت اثنيتي عندي البوم قاعد نخدم فيه مانيش باش نسيب البوم باش نقعد نتلهاب فولان وفولان فهمت خلي الناس تحكي وانا يعني اثنيتي نكملت افهمدو معنى تشد اثنيتك مكش مش توقت تلهايه في الكلاش تركه ونو تضيع وقت ومش هدا هو اكثر منو خدمة فهمت خاطر كيبش نعمل كلاش انا ما خير نعمل بها اغنية ننصح بها العباد نحاول نحل قضية قضية اجتماعية ونحاول نطرح منعرفش اي حاجة خير من اللي تكون بش نقلاشي انسان كيفي كيفو يعني رابور كيفي كيفو بايه جنرال انتي اليوم جديدة اللي تطرح فيه في الاغاني متاعك شنو؟ جديد اول حاجة نقول الناس لالبوم جديد شعلا يغبط شهر جاي اسمه ولكمتم عالمي الالبوم فيها 14 اغنية اغاني مختلفة فما حاجات سوسيال فما حاجات بوليتيك كو يعني مطبع الثنية متاعي اللي بديتهم اللي اول فهمت قاعد ماشي في الثنية هذية قاعد تتمرس في تخدم في خدمة اخرى بار الغنية والفن معناها الاراب قاعد يدخل في الفلوس ماشي عايش بالقدار ولا ما عايش بالقدار والله يشوف في الوقت الحال يعني بو خاطر فم برشة الناس قالت الجنرال توحس بو فمضي طائر وكل لغة فمت من كل ملائر اني مازلت ماشي كعبة كعبة ما نحبش ندخل خاطر لو كان حبيت كم يقولوا الناس انطير راني دخلت مع مع الحزاب السياسية اللي حابة تشريني باي طريقة خاطر اقبل في الانتخابات الحزاب الكل حابة ترمي علي اليد حابة ترمي علي المنداف بايش نخدم معها كونسيرات انا رفض ومحبيتش نطيح في البياج هذي خاطر محبة الناس أبجل من الفلوس فهمت؟ خليني نخرجك من الجو هذي احنا توا في رستوران كان زمان في فينشي قنطاوي سانتر طلبت كرامح شايش انتي ديريكت ديريكت صموس ولا بالموس لا بالموس كذوق اي اخوذ كل اي اخوذ كل اي اخوذ اختار اريد تعجبك اخوذ يا رضوان خذلنا التساؤلات متاع السادة المستمعين اللي قاعدة توصل على استوديو اجورة فهم امين ومحمد زادة نحب نواجه لهم تحية وسيانور زادة قاعد يعمل في مجهودة كبير نرجع مع الجنرال نسألوا سؤال خفيف قبل ما نمشي هيك الفاس الموسيقي صغير باش نخفف على السادة المستمعين زادة خليهم يسمع شوية موزيكة اللي يحبوا يسمع الموزيكة والحمد لله الاصداء اللي قاعدة توصلني كونو فهم بوز كبير على الباج متاعنا برشا ناس قاعدة تابع فيك والمعشبين متاعك في سفاقس وفي تونس اكيد وصلتهم الانباء وقاعدين يتابعوا فيك علش اسم الجنرال علش اخترت اسم الجنرال والقلنا الناس بالك الجنرال الشيد عمار الجنرال علش الجنرال بطبيعة سوال اذي برشا مرات ساهل وبسيت هاه اسم الجنرال حبيت نختار الوقت على اسم يشارك على الشخصيتي اللي حبيت نحطه في الرب فهمت خاطران ان الشخصيتي في الرب ديما نحكي بوليتيك نحكي سوسيال حاجاتك كما تحس ديمه ديما دي كلاش على الحكومة حبيت نختار اسم يعني يشاركا الحيتيت في الرب اختار جنرال اسم ذربة القداية يعطيك صحة حمادة كنتوا تسمعوا في الغناية مناسبة كوب دافريك غناية خرجت عندها ثلاث أيام تسمعوا فيها على موجاتنا الجنرال نور مالما حسب ما فهمت من الغناية ديجانتو ما زاد أفهمتو كونو مغروم بالسبار وقبيلة كان يتبع في منتخبنا في كورة اليد والقناه شوية على العصاب وكيما برش توانسة اللي هزيمة للنسيان كيفاش ترابرتين بتاعلينا كيفاش تفرجت عليها وكيفاش تعيش الأجواء انتاحة تأسفنا نسو كل بطبيعة خاطر تونس شوفوها ماشي في طريق صحيح اللي كيبتال هوند فرنسا كنا نجم نربحوها بالسياه زيدا صارت اللعبة طبيعة ما كتارة في الشامية صارت لنا كل اللعبة متاع الاربيتر الحمدوله ربحنا البرتي اللي بعد متاع المانيا ومونتي نيجرو والله غالبتوحنا اليوم إن شاء الله بطبيعة الارجنطي سبورتيف مغروم برشا بالسبور مارست رياضة قبله ألا ليه؟ دا واللي نذوق مغروم باتارجيا هل انظر كنا نجم Following There are women then مهم مع زينانا ومما كورو دي هون thank you فمقصريح ليك شفتو اصي affirت عليه josh macro or clay على السياسة والكورة الليتبرق في الناس وما يحب أيضا بتريقة اللوم وتريقة عتاب وبتريقة حشمي أزازي اذى كان صحيح العبارة من الكورة والسياسة اللي تفرق الناس ما زلت تتراك أنه اليوم الكورة والسياسة في تونس قاعدة تفرق في الناس؟ ما رش عاد أنت والواعي متاع الشعب قبل الشعب التونسي ما كانش عنده واعي كبير بالسياسة ما كانش يعرف شنوما الحاجات اللي حطها بن عليه باش يخلي الشعب يعني منوم نعرف الكورة أنها كانت هي الهمة متاع التونسي ما كانش يعني يفهم في السياسة ويعني ديما الكورة هي اللي تلقاها أقرب لو فهمتني إن شاء الله الكورة في وقتنا تقول ما هيش هي اللولة إن شاء الله السياسة ديما يعني الشعب التونسي قد يتبع سياسيين يتبع شفمه في السياحة السياسية شكون البيعي شكون الخائب إن شاء الله الكورة يعني متنسيش الشعب في المبدأ الأساسي فهمتها يعني أنت تحب الرياضة مغير تعصبها؟ نه بطبيعة جوز نتفرج عليها وكو يعني موش أنا مكشخ وانتك لبيستي وليخ أنت مكشخ؟ مايش مكشخ اخبأ shorter晩ا تقولين خير وانتك لبيستي لا 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 لأ لا مهيك لا 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 بالتونسي أنا truths بدهان لديك العصار نعم لك héجبي ما هي الأحدى تقولين بعامة شعب عليك نمي بحضر وشكور آساسي كون سحابك رابورات؟ يشكور أن العلاقة طيبة بينينor وhealth مايسدي استبع أنт لا 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 حتى هو ا logsetti أقول 시간ك عمل هو العمل الخائبة هذي اللي عملها نحترم الرأي متاعه ونحترم اللي قالوا على روحه فهمت قبل كونت صحابنا وياه ومش صحابك اللي جوز بالتليفون وبر را كنت نطلع لتونس وكنت بناتنا علاقة صحاب يعني مارو في انتو حمدول العلاقتي طيبة ببلطي بسيكوام جيتوان هاذن بريس كا يعني اكثر قدور وياه كيف كيف بان يعني سمحوني الناس اللي بتبعهم سميتاش بي حمدول الله يعني علاقتي طيبة بالناس كل فهمت متأثر بلطفي دوب الكنو صحيح ام خطأ لطفي صاحبي نسمو يعني مهوش متأثرش بي عليه هو راپور وانا راپور قبل نسموهم اللي أنا صغير نسمو ديجا ونحب يعني استيل اللي قاعد يعمل فيه فهمت بش تضمن مزيد النجاح في الموسيقى جنرال قاعد تقرى في الموزيكى قريت موزيكا ولا ما قريتش كيفاش تعمل في البروديكشون متاع الغنيات متاعك تعرف كونو المسلة تطلب ماديا التوى انت قاعد وصلت المرحلة اللي لازمك تواصل في النجاح متاعك الكاليتين متاع الغنيات مومش الكاليتين اللي خرجوا قبل احكي لنا قبلك كفاش كنت تخدم واليوم كيفاش واليد تخدم تخامن باش تقرى موسيقى قاعد تقرى موسيقى ولا لا احكي لنا في المسلة شوفوا الراب يعني ماستحقش أنك تقرأ موسيقى يعني مافيش أبيات شعرية وكذا فهمت جيست إذا كان عندك موهبة بالراب ديرك تدخل مش أبيات شعرية يعني أنت موسيقى ما تلحن التلحين بطبيعة عندي شكون يعني ساعات لقاني كي باش نعمل رفران عندي يعني مولا السيديو اللي نسجل فيه في سفيق سرامي مكور هو اللي ساعاتي كما قولوا يعطيني النوتة متاع كيفاش نعمل رفران بالشرون فهمت يعني نعاونه بعض ما فهمتين اللي قبل كما قلت انتي الكاليتين مكنتش كاليتين بروفيسيونال على حد نادي ستوديو صغار جوست باش نوصلوا المساج ما حاش ناش وقت بالكاليتين وبالنور يعني البروديو متاعك بشي تعدى يعني في الاسواق ديشاء قبل كنا ممنوعين يعني حتى كان باش نعملوا حاجة برو مماش بش تعدى تو بطبيعة كل شي تبدل ولينا ولينا نخدموا في حاجة مزيانة بروديو مزيان نخرجوا فيه كاليتين بطبيعة بروفيسيونال انتقلنا كما قولوا من مرحلة مرحلة فهمتين حاجة بنينة بنينة لقيتوه اللي اي والله حلو ديديكاسي لهم يعني نعودولهم ديديكاسة باي نسلموا على الارستوران كان زمان في فينشي قنطاوي سنتر فرحوا بنا يعطيهم الساحة للجو انتيم وحلو وكلاس واحنا قاعدين الهناي لحقيقة عاملين جو جمع مستمتعين 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 والدعمك تحية ليه اللي جاي معاك اليوم في الميك لو في التطيب تدخل كوجينة تعرف الطيب لا والله ديما اول حاجة وينو دخل الدار يما شنو الفطور شنو العشاء هيك اللي هيكم زوز الحاجات اللي عمدي عرفتا احسن نوكلة تحبها جنيه احنا السفقسية بانو تلقى شكشوكة تلقى المقارونة الكوزكسي فامتا نوكلة تلقى فما الكوزكسي والبس باس لا موش كوزكسي تلقى بالدجاجة والا بالحم ولا فما بس باس يعني بس باس وبون يعني دي جاي يتيب بالكوزكسي فامتا عنا فكرة ما إن شاء الله المرة الجاية هذية كنواتات إن شاء الله إن شاء الله نجيو بحديك هما أنت إن شاء الله زادة تواتي ينهار ونشوفوك ونقدمو لك الأوكلة هذية ونشوفوك تعرف تطيبها تعرف تاكل وبرها وكو باش نطيب لكم حاجة صينية يعني مو كمش تنفجر بالميكلة بعد باي هي لونك المفضل الروج والبلو جامعيتك المفضلة أوكلتك المفضلة لونك المفضل المفضلة برشلونة في تونس قلنا شنية برشلونة ميسي رغم أنتي طلعت تكاور خير منه في شكور على الترتيبة مش نختموا اللقاء متاعنا مش تحكي لنا على الجديد متاعك مرة أخرى كنا نسمعوا في غناية الكان حظ سعيد للمنتخب متاعنا عندك ألبوم آخر قتلي 14 من غناية هل تتخمى متصور كليبات ولا متخمى مش تتصور أولا اخترنا كما اقول لليباست متاع الألبوم صورناهم دي كليب وميزيل عندي ثلاثة تورناجات أخرين إن شاء الله متاع دي كليب أخرى في الألبوم إن شاء الله حطيت فيه كل شيء عرفت عندي دي جي متاعي يسمو دي جي دوكوس حسان وقصمتيني خدمني موزيكات حمدو لباهين عجبوني خدمنا عليهم ساجلنا ساي في أمور الكليبات أخدمنا تو صورنا بريسك ثلاثة كليبات ما زالوا إن شاء الله ثلاثة تورناجات أخرين متاع دي كليب اخترنا يعني كما نقولوا ليتام اللي تحسوا بهاي في الألبوم أكثر ديتام يشدوا الناس صورناهم دي كليب إن شاء الله يعني ينشحوا نذكر نيس للبوم اسمه ولكم تم عالمي إن شاء الله يخر الشارجة كوي توابش ندخلوا في موف في مفاوضات مع الشركة التونسية فوني باش باش خرجوا للبوم إن شاء الله إن شاء الله ربي وفقك الجنرال ساعتين حلوين نخفيف نظاف في نهاية البرنامج جوز تمام شو نقول لك اش قولك في نهاية البرنامج في البركاج اللي من اللول ما كنت عارفوا كيفية الشارجة البركاج حلو يعني بنين كيما الساعدة حكيين دي بركاج يعني مشكل بركاجات الأخرين بركاج بها هذا رضا يعني الناس كي تبركي الناس تفك كلها حاجاتها تو هذا مدو يعني حابينا نرسيه تقاليد جديدة كلمة بركاجة اللي تخوف الناس إن شاء الله معاش الراوي الحاجات هذي في المجتمع متاعنا احنا في نهاية البرنامج متاعنا مش نعطيوك كدو سجور بورانكوبل في أوتيل في سوسا من إهداء وليد فوياج تركاديرو سوسا بورانكوبل ما نعرش كيفاش مش تعمل معناها ساعة أنتي خاطب ولا ماكش خاطب؟ أنا خاطب ربي وصل بسالم عش مش تعمل في اين كوبل؟ منعرش ممكن نطلع الوالد والوالدة خليهم يمشوا يتوردوا ربي فضلهم لك إن شاء الله كادو كما قوت لك سجور تحية الأمهات لكل متوانس إن شاء الله في أوتيل في سوسة من أهداء وليد فوياج تروا كاديرو سوسة تحية الأمهات لكل غنية أنت غنية زادة على الأم مش خليلك كلمة الختام اللي كنتي نعاود نسلم مرة أخرى على الأولاد اللي معايا أنور الساقجي يعطيك الساحة تبركة لعليك شادد مليح الكبيرة تحس مكبش فيها عرفت شادد في الوزارة عنده طموح حتى وشد في الكرسية كم وقيدنا يعني سي محمد مرأة زادة ما قصرش يعطي الصحة مجهود كبير كان زادة لاهي بالأمور التقنية شادد لايفونت أو شعره مش يرخض ثمانية بالضبط شعره يرخض أمين زادة ما قصرش الكسكادور كيفاش تقول أختنا ريم ترى قلنا بعض تحية الريم تحية الخوك اللي والله يلاحفظت نيازي للمرة الثامنة ممكن التاسعة والعاشرة نيازي شرفتنا مرحبا بيك ولد عمك كيف وزادة الجنرال عملنا برشة جو معاك اليوم في سوسا مش نعطيك شوية في كلمة الختام كلمة الختام شوية فريستايل من عندك هكا لايف في ختام البرنامج ونقلوا تصبح الخير للسادة المستمعين كلمة الختام بطبيعة إن شاء الله نتمنى الخير لبلادنا إن شاء الله يعني تعود ترجع الصفوف متواحدة كما قبل يزين منك منعرفش يفرقون برشة فهمتني السياسيين برشة حزيب دخلوا كل واحد يعطي في يعني في اللوك متاعه يطرح في القضايا متاعه إن شاء الله يكونوا بالحق ناس طيبين يحبوا البلاد ويحبوا الجيش الكريسي وانا مش نهديلهم الغنية ذي اللي هي اسمه بلادي ما تبكيش غنية بوليتيك جديدة هبتط تقول بلادي ما تبكيش كان سرقوك أولاد الكلاب كان باعوه كان خانوك كان سكروه فوجك كل باب نعرف اللي أنت تبكي دم سيرتوك تشوف أولادك يتعاركو على الكراسي كل واحد يحب يمص من دمك يا ما تبدل شاي في تونس البلاد في تونس العباد تقول علينا في الحرب اللي فات نفس العقلية رجعنا للحالة العادية أعطيني باش نعيش وما يهمنيش في اللي بقية تي مسرحية كل واحد يحبي العبرول المجلس التأسيسي عبارة لمذف اللي كل ما تحبوش للبلاد الطريض تحبوها مقلوبة بلادي ما تبكيش نعرف ديرين بيك ذيوبة قسمونا بالحزاب بالدين وبالشعارات تمعونا في الإصلاحات تعديلات وإنجازات معارض وينك وقت الشعبي كومبتي وانا مريسك بحياتي وبلادك تعايت وتنادي برافو جينرال 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 جينيال يا جينرال يعطيك صحة برافو عليك إن شاء الله ربي وفقك في الرسالة متاعك تحية زادة الرضوين تحية الرضوين يعطيك صحة يا رضوين زادة أنت كل عادة من نجمش ننسيك في آخر البرنامج غدوا نتلقاوك إن شاء الله كل عادة من الستة لثمانية في بركاج جديد بقيت متابعة طيبة لبرمجنا vive l'esprit d'équipe تحية الرضوين تحية الرئيسة